الحوت الحوت متقلم الحوت عنده عنده حزن فيه حزن حزين وزي ما تقوله هو فيه عصفة داخل جوه عصفة بصد هو جواها دلوقتي السماء مغيمة تماما والدنيا لا الدنيا مش مش ظريفة عنده وفي حالة دفاع عن النفس او في حالة منافسة شديدة بيعفر لا متوتر الحوت متوتر وعنده مشاكل والموضوع بيوسع مش بيصغر الموضوع بيوسع الاطراف عملت زيد العقبات بتزيد دي اما عقبات كتيرة بتقابلك يعني كل ما تخرج من حاجة تخشك مشكلة تانية عقبات كتيرة عملت قبلك معكسات اما انه اطراف كتير دخلة في دخلة في المشكلة طيب نصحتي كانت ليكوا يا جماعة نصحتي للموضوع ده اي اطراف ملهاش علاقة بالموضوع او مش طرف ارجوكوا يعني طلعوهم طلعوهم هتلاقوا مشكلة قلت هتصغروا على طول طلعوا بس الناس الملهاش لازم دي لكن في تطور مادي الحمد لله اما تطور او استقرار مادي يعني حالة امان الحالة المادية الحمد لله فيها استقرار وفيها تطور ولما معلتك كده حواليك وحاجة الحمد لله فيها في نعمة في نعمة حلوة الحمد لله الحوت والتضحية الحوت والتضحية الحوت مضحي جاء نفسه لسه بيجي عن نفسه وقول ما الموضوع ده يا جماعة والله يتغير انا قريد فيه فيه الحركة بتاعت الكواكب عندنا خلاص موضوع التضحية اللي زادة عن اللزوم ده الحوت هيبتدي يخرج من البوتقة دي نبتدي برضو نشوف نفسنا شوية ونهتم بنفسنا مش انانية والله لكن خلاص يعني اعمل اللي عليك وخلاص بلاش التضحية بالزيادة دي يعني تعبان يا عحوت متبهدل ليه تبهدل نفسك ركز مع نفسك شوية او صابر على شيء برضو عشان قلبكو الطيب ده داخل على مرحلة جديدة متفائل زي ما تقوله مجامرة عندك روح مجامرة ليه لان فيه هدف ظهر قدامك وانت رايح له بسرعة البرق رح له بسرعة جدا وبردو الحوت ما شاء الله لما بيركز تركيزه عنيب ان شاء الله هتوصل للهدف اللي انت رايح له ده يا حوت وكمان عندك طاقة انتصار يعني اللي بيحصل هنا حال تدفع عن النفس لا انا ما عملتش كده ده 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 مش صح انت ده فيه ظلم بيحصل الخناقات والمشاكل دي ان شاء الله منتصر يا حوت انتصار وكمان طاقة ابداع والحوت معروفين ان هم بيبقوا اكتر في الحاجات اللي فيها فن وابداع كتابة رسم الحاجات اللي فيها فنون عندك طاقة ابداعية ان شاء الله هتساعدك توصل للهدف اللي انت بتجري علي ده بشكرك يا بوسي ان شاء الله يكون خير انا مش فكرك هتلقر يا ايه فيه عيلة جديدة الناس اللي مرتبطوش من الحوت فيه عيلة جديدة بزواج وزواج ان شاء الله بسعيد زواج لعمر بإذن الله او انه الناس المرتبطين قريدي دي حالتهم دي صورتهم الحمد لله العيلة متقربة ومتمسكة والحمد لله الدنيا حلوة الصحة حلوة يحوت ماشاء الله دي صحة ده نجاح دي الحالة الحالة المعنوية عندك حالتك المعنوية حلوة الحمد لله او ان شاء الله هتكون تحسنت عن اللي حصل ده يعني حالة الحزن اللي انت فيها دي مش هطول وانت يحوت فعلا مودك متقلب وحاسيسك تتقلب بسرعة جدا فإن شاء الله حالة الحزن اللي انت فيها دي او حالة الزعل دي هتروح بسرعة جدا جدا هيحل محلها شمس والشمس دي بتعبر عن الوضوح الدنيا واضحة الصورة واضحة الهدف واضح الهدف واضح يحور السكة مفتوحة جو الصحة الحمد لله كويسة في مرح في امان الصور ده بيوحيني بالامان عندك امان وحالتك النفسية الحمد لله كويسة هلخص القراءة بسرعة في حالة حزن دلوقتي يحوت ممكن تكون زعلان او ان شاء الله تكون عدة خلاص حالة هم هم يعني هم هم جديد الهدف ما ده اعتقد ناتج عن حال الدفاع عن النفس في مشكلة ما انت بتحول تدفع عن نفسك فيها دخل فيها اطراف كتير عملولك زحمة كتير قوي قوي ملهاش اي داعي ارجوك طلع الناس دي ملهاش اي لازمة تطلعهم في حالة تطور مادي ان شاء الله حالتك المادية بتتطور وحالة استقرار كويسة جدا عيلتك ملمون حواليك وفخورين بيك في حالة صبر او حالة تضحية شديدة جدا عند الحوت يعني بالراحة عن نفسك شوية بالراحة بلاش تضحية بزيادة الناس المش المرتبطين عندهم بداية عيلة جديدة ان شاء الله شكل ارتباط حيتم الناس المرتبطين ممكن تكون حالتهم العاطفية كويسة في مغامرة في مغامرة انت حتقوم بيها حاجة انت مش متعود تعملها يا حوت فيها شوية مجاسفة فيها شوية ريسك بس يستاهل ولو ان شاء الله جروتي دي صح ان شاء الله الحاجة اللي انت بتاخد فيها الريسك دي الهدف اللي انت رايح له ده نهايته نجاح وانتصار الاثنين انتصار ونجاح ادي القراية حلوة قوي حلوة قوي طيب ايش الحوت يعني ايش الحوت الحوت هو برج الحوت حد البروج يعني ما تجربها لقتني عادها بالضبط امتا هي ايه شايمة يعني البت بقى الساعة كم يوم ويوم بعد ساعة 12 يعني 12 ونص واحدة قلة شوية حاجة كده الحوت في البحر بزبط يا عمر القوس والاسد فيه تفيق وهل في سبب وهل سبب السحي طيب شموخ خلينا نسأل اسئلة بتارت الواحد بعد ما نخلص القراءة يا حبيبة قلبي يا روز تجد الكلام ده من انت عسلية مرسي يا روز يا كوكي انت اللي عسلية ان شاء الله حبيبة قلبي يا سورية بإذن اللي حبيبتي ربيعاتلك الخير يا رب جامناي حقدر قريب قوي بشكرك جدا يا هشام بزبط اعماله زي ماولاء بتقول كل يعمل لايك وشير كليز لللايب للي عذبه ده الموضى ده بتعمني جدا يا جماعة وفعلا بيحسسين ان انا نجحت ايه العرافك انه حينتصر والله يا عمر الكروت اللي انا بشوفها فيها رسائل انا دي الرسالة اللي انا شفتها وان شاء الله تتحقق مش تتمنى تنتصر ان شاء الله شايمة هو الموضوع مش ماشي بدقة فضيعة قوي كده يعني هو زي ما قلت لك يوم اي يوم لا يعني احنا نهاردة الاثنين اللايب اللي جاي هيبكون يوم الاربه نفس المعدة بالظبط مينا ليه كده يا مينا اصبر شوية انتز ممكن تكون زعلان دلوقتي زي ما هو واضح عندي بس انت عارف لو انت بول بالحوت احنا مشاعرنا متقلبها شوية وبنصفه بسرعة استنى شوية بلاش تاخد قرار انفصال دلوقتي احجار الحوت ايوه معتز معنا اهو رحبوا معنا بمعتز احمد معتز موجود معنا في اللايب وزود كمان حجر انا كنت نسيح حجر الفيروز وتقريبا ضحجره فعلا المميز البورج الحوت معتز معنا هنا يا جماعة لو حد عنده اي سؤال بليز دي ادخل يسأل المجموعة الثانية يا باري هي هي العشرة الثانيين من الشهر بتاع برج الحوت اوكي التور حاضر قريب جدا يا نرمين حبيبت قلبي الامل طبعا موجود وان شاء الله انا شفت القرية حلوة قوي حلوة جدا صباح الفل يا زينب اهلا اهلا حبيبتي هي صغيرة اللي نزلتي اول انبارح ليه يا صفة في مشكلة في القرية حبيبتي ولا ايه النفسية حاليا يا حبيب لو انت من المجموعة الاولى النفسية مش تمام قوي بس ان شاء الله هتثبت قوي 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 طيب اطلع الناس دي ازاي ناس مين يا داليا اه الناس اللي في الخناقة بصي تجاهل اول حاجة احد مثلا بيديكي بقى النصيحة وانتي ليه تعملي كده وانتي ازاي تعملي كده بترديش هو كده فهم وسلط المسج انك انتي مش قبله لاستقبال اي نصيح او اي تدخل في الموضوع ما تتخديش وتدي الجدال هو ده اللي بيفتح المواضيع بمنتهى الزوق والادب صمت بس كده نغة ما شفتش سفر حبيبه قلبي وحط النفسك ودايما مش بس الحوت يا جماعة كلنا لازم دايما انا اتعلمت الحكاية دي في حياتي ان ما اسمحش الحد يتعدى الحدود اللي محتو طاله بس كده هنرتاح كلنا ياري هن ده انت اللي منوراني ومنورة اللايب كله اه المايك طيب اصلا عارفة من غير المايك كان الصوت بعيد قوي وكان الناس تسمعني بصعوبة وقدامي ريزك ببكر فيه مش عارف لسه هيكون خير ولا لا اوكي طيب فادي اللي انا شفته الريزك اللي انت يعني ان انت تاخده ده نهايته كويسه نهايته فيها انتصار وفيها نجاح يعني حياتنا برضه لازم يكون فيها شوية ريزك حتى من نوع يعني يبقى من باب الكسر الملل بهم قصدي ان شاء الله يا رقفة تكون صحيحة باذن الله طيب هسيب الرسال لاني لو ققعت على الرسال بجات مش حقرحة طيب هنتيني بالوقتي القرأة العطفية اخوط المرحلة شوف اخبار اخوط ايه المدموعة الاولى عاطفيا حربة قوي اه بوم 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 حساسية الحوت يا جماعة وانا معاكوا على فكرة اه سبب رئيسي في اسباب تعبوا في حياتهم بجد وسبب مشاكل كتير قوي يعني ما تزبطوا الدنيا كده الحوت عايز ايه الحوت على وشك ياخد خطوة او قرار اه او قرار بس خايف من التابع بتاعك او انا بقى عايز اقول لكو يعني خلينا يعني اقولها صح او خايف مايقدارش نفسه يعني يعمل حاجة جديدة في العلاقة عايز يعمل حاجة جديدة فيها يصلحها يخلصها عايز يعمل اكشن عايز يعمل حاجة هو تقريبا على وشخ ياخد قرار ان هو او يعدل حتى في العلاقة يعمل شوية تعديلات شايف شريكه ازاي شايفه الساحر عنده ادوات كتير قوي او عنده تقريبا اغلب الحاجات اللي هو محتاجها الحاجات اللي هو نفسه تكون في شريكه هو شايفها موجودة في شريكه فعلا وشايفوا شخص طموح شخص شخص مبدع يعني شايفوا حاجات كويسة جدا والطاقة حلوة جدا الطاقة فيها حظ فيها عجلة حظ بمعنى انه عارفين القفلات اللي بتحصل بدون سبب بدون سبب كده تلاقي الكابل كده لا هتبتدي القفلة دي تفك القفلة دي هتفك ان شاء الله وفيه تيسير ان شاء الله الحالة فيها فيها تيسر الطاقة كده دلوقتي حاولوا تستغلوها دلوقتي الشريك الشريك نفسه يبتدي عايز يبتدي مرحلة جديدة معاك مش معايحة تاني معاك عايز يعمل صفحة يبتدي صفحة جديدة اوكي يمكن يكونه اخطأ جايز يكون شريكك اخطأ ونفسه في حالة هدوء ما بعد العصفة الشكل كان فيه عصفة جامدة شغالة ونفسه عاركين دا الهدوء اللي ما بعد العصفة شوية هدوء وروحانيات وشوية حمية بقى طيب شليكك بقى شايفك ازاي حوت شايفك خائف شايفك مبتاخدش اي خطوة بس اللي هو مش عارفه ان انت على وشك ان انت تاخد خطوة بس هو شايفك ان انت بتعمش اي خطوة خالص بتعمش اي حاجة في حب حسين بحب الفترة دي حسين بحب وعايزين تده البعض يعني فيه عطاء عايزين تده البعض يعني عطاء تده البعض فيه شيء كان مستخبه حيتعب يمكن كان حاجة تخصش ليكك يحوط او حاجة تخصك انت دا دي الاسرار دا كرت الاسرار او برضو دي حالة برضو من حالات التدين الشديد جدا اللي هو التوجه نحو الدين جدا زي ما تقولوا انتو من كتر يعني القلم اللي انتو حاسينه من العلاقة خلاص رميتو بقى حملكو كلها على ربنا فوضتو امروكو لله خالص دا هيأثر عليكو بالبعض دا مش مش عايز اقول فرق ما بقتش اقول عليه فرق بعض يعني واخد جمع اه حوت او شريكو واخد جمع بس هو سايب وراه سايب وراه كبات الكبات دي كلها حب مشاعر حاجات حلوة جدا ليه ليه الحساسية المفرطة اللي عندك يحوت وكمان اه توقعاتك المعاملة اللي بالمثل ان انت زي ما بتعامل تتعامل دا سبب كبير جدا في مشاكلنا العاطفية يعني احنا بنتعامل بطريقة فلازم اه ساقف التوقعات ينزل يا حبي ما بتدقاش كل حاجة انت بتعمل بحنية وانت بتدي وانت بتسامح وانت بتعمل كل حاجة بس عشان شريكك ما بيعملش الحاجات دي قصادها فانت محبط لا انت بتعمل بطريقتك وهو بتعمل بطريقة فما تتصدمش وما تزعلش ان هو مش بيعملك بنفس الطريقة او بالطريقة المتوقعة اللي انت كنت متوقعها منه دا مش معانا هو ما بيحبكش على فكرة لا بيحبك بيحبك وعايز يكدي معك صفحه جديده وعايز الدنيا تهدأ ولا بيحبك بيحبك جدا اوكي اللي عنده مشكله في الصوت يا جماعة يخرج ويدخل تاني حاولوا تتفادوا يا جماعة كارت البعد ده بالعكس قربوا اكتر قربوا من بعض يعني ده بلش منه ملوش لازمه يعني عارفين فيه قريات تانية كنت بشوف فيها مثلا ان الشريك مش سائل اصلا مش شايفك اساسا لا شركك حاسس بيك وشايفك وعايز عايز يقرب منك شكرا 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 شكرا